انت شايف ان الاهلي ما استحقش الفوز النهاردة كبير؟ بص مش حكاة ما استحقش الفوز هو اخر عشر دقايق يستحق الفوز لانه جازف اجمال اللقاء لا اجمال اللقاء لو حصل الطرد بص يا فاروق الكرة دي او الرياضة فيها العدل لو محمد معروف ده عنده ضمير انا بكلمك هو لو عنده ضمير كرة ايمن اشرف ده لو انت مش عاست حسبها لو مش عاست ترده ما تحسبهاش ما تحسبهاش طالما حسبتها طلع الانزاري التاني ودينه دي كانت هتفرق سماء وارض وبعدين احمد كشر بيقولك محمد هاني كمان انا ما شفتهاش للامانة جي بعد كده قالك ايه وفيك كرة بتاعة علي لطفي بتاعة مصطفى ده اللي هو خدر قبل علي لطفي اللي عمل عليه ضغط كتدل والنادي الاه بلاش والكرة بتاعة النهاردة بتاعة حارس مرمى الانتاج الحربي لو علي لطفي هو اللي عمل كده يحسب ضرب الجزاء رد انا مش حك ورب الكعبة ما يحسب حاجة ده ممكن يحسبها على الفرود يقوله انت موطل ايه انت اللي خليت الجون يعمل مش عائلة يابا بص طول ما ما فيش عدل ممكن انا بص هقول الكلمة دي هقول الكلمة دي وبعد كده قول لانت عايز طول ما ما فيش عدل في الرياضة هذا حلنا مع منتخب الولمبي وهذا حلنا مع منتخب مصر الاول طيب انا قبل ما اطلع للفاصل عشان بس ايه الجمهور اللي بتفرج علينا جمهور الاهلي هو فرحان بفريقه النهاردة وكسبانا كابتن فرحان ايه ده ده بتلعب اخر فرقة في الدوري عبطة انا ده ده جيب في الجنين ده فوز في طريقي والسلطان النهاردة كان مبدع ماشا كابتن السلطان اللي انتو عاملين منه ابراهيم يوسف وعشف قاسم ده مين اللي عامل منه يا كابتن ومستطبا يونس الجمهور الاهلي اه طبعا اللي انه هو بيحب لعبته الله ما انا حب لعبته حب اللعب وشايف ان كل لعب جوه الفريق يستحق الوجوده في الفريق لا حتى في لعيبة لا في لعيبة لا في لعيبة لا وجمهور الاهلي مقتنع بكده مين انا كابتن انا اللي بقولك مين جمهور بس الجمهور بقى اللي هو فاهم الجمهور اللي هو الكوير زي بقى عرصات المستشارة دلوقتي محمد اللي هو كلمنا دلوقتي بين الفاصل وبيقولك انا بحيي وراجل اهلاو متعصم طيب بس عشان اوصل معلومتي لان المفوضة اطلع اه اه فاصل يعني ارجو ان حدك ايه فكرة ان انت بتدي الرأيك في الكورة وليس عشان خطر نادي اخر بس لا اكسم بالله طيب هقولك على حق وفكرة المظلومية والنادي الاهلي لا لا الساني الساني طيب ممكن انت عايز ترد بس تردلي بسرعة عشان اه هردلي بسرعة مشان انت معاك هنا قلت النادي الاهلي لعبة الزمالك ركبها بتخبط لما بتشوف لعبة النادي الاهلي مزهور انا ما عنديش لأهلي ولا زمالك انا عايز مصر والفرق يعني النهاردة لو الاهلي اتعادل اكسم بالله الدوري كان بقى في حتة تانية شكرا